ذكر الرئيس الأوكراني زيلنسكي في منشور له على تليجرام أن الحرب الروسية ستكون سببا في مجاعة عالمية كبيرة حيث أحدث المجتمع الدولي على التدخل لإنهاء الحصار الروسي على موانئ بلاده وفي تصريحات له حذر الرئيس الأوكراني زيلنسكي من أن استمرار توقف الحركة في الموانئ وتعطل الأسطول التجاري سيؤديان إلى نقص حاد في الغذاء عبر العالم حيث ذكر زيلنسكي أنه لا يوجد عمل ولا حركة دائمة في الموانئ وهذه الحرب لا تضرب فقط أوكرانيا بل العالم بأكمله فبدون صادراتها الزراعية فإن عدد كبير من البلدان من العالم على حافة نقص الغذاء بالفعل بمرور الوقت ومع انتهاء مخزون الدول ستكون الأمور حاسمة وستحتاج دول عديدة لصادرات أوكرانيا وهذا ما يمكنه أن يسبب مجاعة عالمية وأزمة حقيقية ترجمة نانسي قنقر